مباراة كبيرة نتمناها إن شاء الله الفوز وكل إنسان يتمنى لفريق الفوز لما تذكروا أن الهلال سعى بكل ما أوتي من قوة على أساس أنه يؤجل هذه المباراة إلى أن يلعبها في هذا التوقيت أحس أنها لا بالنسبة لكم مش مباراة عادية لا هو أنت تلاحظ أنه كان في تأجيل الهلال للشباب والشباب اختار يأجل المباراة والهلال اختار يأجل المباراة معلوم أن هناك تكتيك فني لهذه المباراة هناك كمان يعني دافع قوي ومعنوي من لعيبة وحتكون مباراة قوية من كل الجوانب هي اليوم أثقل وأهم من مباراةكم لما تكون أمام غريمكم التقليدي النصر؟ لا هذه غير وهذه غير النصر يعني تعرف سنوات طويلة من التنافس بين الهلال والنصر والهلال والنصر يعني ما ترجع للمستويات فنية الهلال والاتحاد لا أحيانا تحكمها الأمور الفنية أكيد ودلع ذلك أننا فزنا على الهلال في النهاء السابق في الرياض يعني ما عاد صار التفرق؟ ما عاد تفرق كثير اللي يفرق الآن هو التكتيك لكل مباراة الأقوى على أرض الميدان اليوم والله إن شاء الله الهلال إن شاء الله شلي خليك؟ يعني أنا ما أقارن لك يا بالاتحاد لأني ما عرف فضع الاتحاد ولكن دائماً أنا عندي ثقة بالهلال إنه الأقوى غداً حنرى في الميدان إن شاء الله كيف التكتيك لكل فريق وهذا ما أعتمنى إنه نكون لنا اليد الطولة في مباراة الأقوى إن شاء الله في الواقع أنا ثقتي طبعاً بالهلال يعني قوية يمكنني الاتحاد أنا ما تابعته بحكمني أصلاً مني موجود في نادي الاتحاد يعني ولا لي علاقة بما يحصل في نادي الاتحاد ولكن ما يحصل في نادي الهلال إن قلتك المشكلة الوحيدة عندنا هي مشكلة الإصابات لا تنسى أن جمهور الاتحاد جمهور كبير وغداً حترها هذا الجمهور الكبير العاشق المحب وإن شاء الله إنهنا غداً نفرحهم كيف حتفرحهم؟ بالفوز إن شاء الله لعبة الاتحاد ما تكلمت نوكال ديرون عنهم أنا أقول بالتأكيد أنها تكون مكميزة لصالح المدرب لأنه يدرب نادي الاتحاد ولأنه يدرب نادي الهلال فبالتأكيد أنه إذا كان في نقاط ضعف في نادي الاتحاد هو يعرفها تماماً وإن شاء الله أنه يسخرها بالنسبة للمباراة هذه لا شك أنه يعني هو كاشف كل لعبتنا ولكن يقلقكم هذا الشيء؟ لا لا يقلقنا هذا الشيء يقول ياسر ونايف هزازي وجه لوجه أنت في رأيك منه؟ كلهم كلهم لعبين كبار وكلهم شكلوا انثقل في الكرة السعودية ويمكن ياسر طبعاً بخبرته تتفوق كثيراً على نايف هزازي لا ياسر اللاعب كبير يعني أن لا أحد ينكر ذلك وياسر أمام الاتحاد غير والهزازي أمام الهلال غير إن شاء الله ليش وصفت الاثنين ذولا تحديداً بهذه انت سألتني هذا السؤال أنا يقلقني ضعف في الجانب الهلالي أكثر ما يقلقني لنقاط القوة بالفريق الآخر دائماً يعني لما نستعرض قائمة الاتحاد ونجوم الاتحاد ما حد يقلقك منه ما حد تحس أنه لو موجود رتحته شوه؟ أنا أفكر بتفكير الهلاليين هلاليين فريق كبير فعمرهم أفكروا أنه اللاعب الفلاني هذا حيلعب أو ما حيلعب طول عمرهم يلعبون يعني مع جميع المستويات أنا لا أفكر في هذا الموضوع إطلاقاً كلهم لعيبة وكلهم أبناء هذا الوطن وحتى اللاعب الأجانب يعني كل يفتخر بلعيبته ترجمة نانسي قنقر